مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة وغدا يكون الطقس معتدل بوجه عام وأيضا يبقى حار نسبي في الأغوار والعقبة بإذن الله مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة على موعد مع اقتراب كتلة هوائية ذات درجات حرارة لطيفة وأيضا رطوبة معتدلة تقترب من المملكة قادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة وبالتالي تؤدي إلى انخفاض تدريجي وواضح على درجات الحرارة وأيضا ترتفع نسبة الرطوبة في الجو هذا اللون الأصفر يمثل الكتلة الهوائية اللطيفة من حيث درجات الحرارة والرطوبة الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع هذه الليلة أن تكون الأجواء معتدلة بوجه عام بعد منتصف الليل تصبح لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة خلال الثلاثة أيام القادمة نتوقع أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة يوم بعد يوم يوم غد الأربعاء الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل العظمى المتوقعة في عمام بحدود 28-29 درجة مئوية والصغرى بحدود 18-19 درجة أي أنها درجات الحرارة حول المعدد لكن يوم الخميس توالي درجات الحرارة انخفاضها بحيث تصبح يوم الخميس درجات الحرارة أقل من المعدل يوم الخميس الأجواء لطيفة أثناء النهار لكنها أيضا لطيفة بالليل لكن بعد منتصف الليل تميل إلى البرودي وخاصة في ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة 26 درجة والصغرى المتوقعة 16 درجة درجات الحرارة أقل من المعدد ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية الجمعة أيضا توالي درجات الحرارة انخفاضها حيث تطرى انخفاض آخر على درجات الحرارة راح يكون ملموس الأجواء اللطيفة بالنهار تميل إلى البرودي في الليل والعظمى المتوقعة يوم الجمعة 22-23 أقل من المعدل ما بين 5 إلى 6 درجات وأيضا الصغرى بحدود 14-15 درجة مئوية راح تكون أقل من 15 إذن راح يشعر الإنسان بالبرودي بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة من المملكة نبدأ في المناطق الشمالية إربط غدا 30 العظمى والصغرى 18 عجلون 30-17 جرش 32-19 المفرق 31-17 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 28-18 مأدبة 27-18 البحر الميت أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36-26 عمان 28-18 والزرقاء 32-19 درجة مئوية أما المرتفعات الجنوبية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل الكرك 29 العظمى والصغرى 18 الطفيل 27-19 والشراء 26-17 العقب أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37-27 ومعان 31-19 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا بوجه عام الأزرق 35-20 الصفاوي 35-20 والرويشد أيضا 35-20 درجة مئوية مشاهدين شكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري